اللي هي أول عيب هو ما يسمى بالساكسيناي الكولين أبنية موظلة دي خلصة خلاص مش كبه؟ عرفنا هيحصل أبنية لو في مشكلة في الأنزايم سواء أو حاجة تبقى اسمها أول عيان كانت تعرض قبلها لأنتي كولين استريز علاجه علاجة ساكسيناي الكولين أبنية صح و عشان حيبقى فيه إن شاء الله يعني سودو كولين استريز سؤال بقى هو لما كان بيحصل من الكولاري أطمئ لما كان بيحصل من الكولاري كان علاجه إيه كمان؟ يعني علاجه إيه غير إلا أنا ومش عارف أنت يستمين ومش عارف إيه كان علاجه أنتدوت اللي هو كان نيوستجمين أو الإتروفونيا صح؟ لأنه بيشتغل فإذا لو اديت حاجة من دول هتعلق اسمها الكولين وتطرده سؤال بقى ينفع في علاج الأبنية بتاعت الساكسيناي الكولين لأدي نيوستجمين؟ مفهنة السؤال؟ يعني أنا أحفظ بقى مش فاهم فعارف أن العاينة دي بيدخل في الاسباراتوي في الليل في التخدير ده سمعت أنهما بيدره نيوستجمين بايز؟ النيوستجمين يصلح مية في المية مشكلة الكولاري وإخواته ينفع عادي لو أنا مشكلتي أبنية ساكسيناي الكولين أبنية؟ ليه؟ بالضبط أولاً الساكسيناي الكولين ده بيشتغل صح؟ يعني مهما عليت أسفاه الكولين مش عارف أطرده لأنه هو أصلاً مش قاعد دمبوزة لسيكتر وماشى الأهم من كده بقى ده أنت هتزود لمشكلة لأن النيوستجمين بيمنع الإنزايم اللي بيكسر ساكسيناي الكولين صح؟ مش هو اسمه أنتي كولين استريزي؟ والساكسيناي الكولين ده أصلاً بيكسر بالكولين استريزي تبقى لما تتنيوستجمين كأنك بتزود التوكسيسيتي أوف ساكسيناي الكولين فهمنا؟ لبقى ده ملوش أي دور نهائياً فيه التوكسيسيتي أوف ساكسيناي الكولين أبنية اللعيب نمرة اتنين بدون ترتيب يعني الكتاب قوي حاجة سمعتها قبل كده أنت اسمعها ماليبنانت هايبرثيرميان فاكرين الحصة بتاعت الجنرال اللي كان فيها كتير قوي بتاعت الفاكتورز أفكتنج الدوز والأكشن وكان مكتوب فيها حتة الـ كان الساكسيناي الكولين بكتوب مرتين مرة بيعمل الأتنين لو أنا عندي مشكلة في الإنزايم ومرة أنا بيعمل مشكلة اسمها ماليبنانت هايبرثيرمي وقتلق ساعتها هي اسمها ماليبنانت مش عشان أورام ولا حاجة لا صمح الله عشان فيت النسبة الوفاة في العيانين اللي بيحسبلهم ماليبنانت هايبرثيرميان عالية جدا دي ممكن أكتر من 50% هي مشكلتها هي بقى العيان اللي باخد قط العمليات واخد هالوثين بحاجة من الـ المشهورة أو أخد ساكسيناي الكولين أو أخد اتنين مع بعض والاتنين بتاخدوا جوه التخذير جوه قط العمليات كويس؟ بيحصل الآتي لسبب مشكلة جينيتيك مش مفهومة بيحصل من الساركو بلازمي كليتيكولين بتاع العضلات يعني العيان ده بزال كده لما اتعرضوا لدوام الاتنين دول الكالسم يطلع من الساركو بلازمي كليتيكولين بشكل عالي جداً هو بيطلع من اين؟ رايان ودعين ريسيكتور تشانل صح؟ يبقى هو عنده دفاكت بالحدة يبقى عنده جينيتيك دفاكت في المكان ده بحيث ان هو لما اتعرض الستيميليس من دول يطلع كميات مهولة من الكالسم طب ايه المشكلة؟ صح، الكالسم ده يعمل سكيلة المسل سبازم ودي حاجة غريبة طبعاً انت رواخت بالك انا بدي ساكسيناي الكولين أو هالوتين عشان العضلات بيحصل لها رلاكسيش الأوسل ده لعيان عضلاته قفشت كل العضلات جسمة يحصل فيها سبازم والمشكلة التانية حرارته بتاعلى قوي اللي تزيد الـ body temperature عشان كده اسمها هايبرثيربا بالضبط الكالسم الكتير ده ينشط قوي حاجة اسمها الـ يعني الجلوكوز يتحرق بالأكسجل ويندينا انرجي بس المشكلة بقى ان الانرجي دي ما بتلحقش بتتخزن في شكل عملية عملية أسرع بكتير قوي من تخزين الطاقة فيحصل ان فيه فقدان للانرجي على شكل حرارة عالية ويسموها فتلاقي لعندي يسخن حرارته تعلى جدا وعنده مصد سبازم جاد السؤال بقى طبعا لو لعندي لو لحيته يبقى كرم من ربنا وبعد ما بيعدي من قط العمالات لو نجح يعني وخلص يعني ما ماتش بيدوله كارت بيدوله كارت كده ان هو جاهده ماليك لتايبرثيرمي عشان لما يروح يا من العملية ما ياخدش لها لثين ولا سكسينايل تاني لان هيحصله نفس المشكلة علاجه يبقى انت فاهم الفكرة كالسيوم طالق كتير من الكالسيوم تشانلز دي فتديره ده ويقفل صح؟ هفكرك بيه حالا كنا بنقوله في التأسيمة ده اسمه دانترولين اللي قولنا عليه بيشتغل دايريكت بيقفل الكالسيوم تشانل دي بيشتغل على الريانو دايين ريسبتور كالسيوم تشانل دي ويقفلها فانت وقفت الخروج بتاع الكالسيوم من العضلات طب نعمل ايه بقى في الحرارة؟ كان ملات صح؟ اعمل له جملات على جسمه علق له محلول ملح كده اسمه يعني سالاين تقريبا متاليك تحطه في الوريب عشان تعالي للحرارة اعمل له حقنا شراجية بسالاين متاليك اي عيان بس العيان ده بقى الخلقة بتاع تشافوي لا محتاج اسبرين ولا محتاج براسيتابول كان دايما لحد من اساساتنا كده كان طريقت ان هو استدرج الطالب بطالب يعني ساذك بيستدرج بسهولة يعني يقوله العيان ده ياخد اسبرين ولا لا مبيش على حذر بقى هو واحد من اخد فترين بالتاني ان شاء الله هنعرف ان الاسبرين هو يعني استخدام الاسبرين كخفض الحرارة تقريبا بطل بنستخدم دلوقتي ويعني بقى يقول عشان كزا وعشان كزا وداخد دايس بقى في الاتنين ويطلع في الاخر انه لا محتاج ده ولا ده ليه بقى فاكرين الاتروبين فيبر فاكرين العين اللي اخد توكسيك دوزوف اتروبين والعرق ما اطلعش في الحرارة عاية نفس الاحكاية لا محتاج اسبرين ولا براسيتابول محتاج بس الكمالات نفس الفكرة الادوية الانتيباراتيك بتتاخد لو فيه مشكلة في الهايكوثلامي كليتريوليتين سنتر غير كده بناش اي قيمة فكل اللي بطلوب منك انت تحيله دانترولين دا انترولينس وتعمل له بقى اي حاجة تبرد الجلد او جسم بتاعه يبقى دعم العيوب الخطيرة جدا جدا يبقى خدت بالك السكسوليل دا ممكن يموت بالأبنية او بالماليجنت هايبرثيرني العيب التالت العيب التالت بيعلي الكوتاسيام بيعمل حاجة اسمها هايبركاليميا مش كل عيان بياخد سكسوليل الكولين بيحصل له هايبركاليميا هو بيقارن السبب فيها ان السكسوليل الكولين دا بيعمل بيعمل لما بيتاخد بيطال الحاجة اللي عطلة كده بتروح مطلع شوية كوتاسيام على الدم مين بقى اللي يشتكي في عمل بهايبركاليميا فاكر بتلكم مرة في البيتا بلوكرز لو الكدني سليمة ما تلقش حتى لو فيه حاجة بتعلي كوتاسيام بيحصل بتاسيام الزيادة يبقى ممكن لو فيه لينا واخدت سكسوليل كولين الكوتاسيام يعلقوا اول عيان اللي جاه لك قط العمليات وهو عنده يعني انت قاعد في قط العمليات كده بقى وجاب ديقول لك عيان في حالسة المسلز والبون وكلام دا متكتر يعني متكترين متكسر ومتقطع يعني اللي فين مع بعض يعني حصل عيان جاله بيرن جزك بيقى من جسمه اتحرق التشوز اللي اتحرق اللي يتطلع البوتاسيام في الدم ساعاتها بقى تخاف من السكسوليل الكولين ملاش منه بقى لان هو نفسه بيعلي البوتاسيام وعندك تتخاف من البوتاسيام في ايه ان شاء الله انا عملتو اللي هايبركاليميا هايبركاليميا يعمل ايه يعني ممكن توصل لدرجة كارديكالريست يعني انت خايل ممكن البوتاسيام العالية يوقف في كهرابة القلب اخلي بالك بقى من موضوع البوتاسيام دا العيب الرابع بقى انه بيعالي التفسيرات كلها على فكرة اكتعادية قوي في ناس بتقولك هو بيوسع البوتاسيام شوية فبيزود الفرميشن بتاع وفي ناس بتقول شوية التويتشز اللي تحصل دي في العضلات الاكسترا اوكلر دي بتعمل زيادة في بتضغط كده على العين فتزود الاي اوبي كلها كلام يعني ايه حقس قوي المهم اللي هو بيعالي الاي اوبي امتى تخاف منه بقى لا مش بس كلكوما اي حاجة بتعملها فالعين يكون فيها انجري في العين يعني لو جالك عالين عنو حاجة اسمها ربتشل جروب يعني دامج كده في العين لو انت مزود ضغط العين تلاقي العين حصل فيها حاجة اسمها والعادة ساعة طلعت لبره وتقعد تلم بقى مش عارف تلم فبلاش تجيهم في الناس اللي عندهم انجري في العين بعملية اجراحية بلاش تكسرها الكلين لو فيه اي دامج بيعالي حاجة اسمها الانترا جاستر بيعالي يعالي البرشل جوه الماعدة مش كده برضو تفسيرها غريب شوي لما بتديه يعمل شوية في الاول بيزود التون بتاع الابدومين المسلز بتنقابل شوية فقال ايه بقى بتروح ضغط على السطمك لما تضر على السطمك يحصد ايه يحصد عشان كده تخاف منه ان يعمل بعد كده لو العيان تحت تخديق وما كانش مصيمه انت كويس مش محضره كويس وكان واكل مثلا لو حصل ممكن يحصل فبلاش منه في الناس اللي انت مش محضرهم جراحيا كويس بيعمل حاجة اسمها قصت دي حاجة مؤكدة على فكرة لكاتف التخدير يلاحظوها اوي بعد ما العاني فوق من قبط العمليات بقى يخرج يشتكي القلم في العضلات وبرضو بيقال ان السبب فيها شوية عملت يعني يعالجوها ازاي لو دي مكتوب على فكرة في الكتاب بس في الاخر كده لكاترة التخدير قبل ما يدي يدي جرعات صغيرة فكرة قوي من الكولاي واخوته من الكمبيتتب قبل ما يدي ساكسيناي الكولين يدي ساكسيناي الكولين الفكرة يبقى بالظبط كده كأنه بيمنع المرحلة الاولى من شغل الساكسيناي الكولين صح؟ الفكرة انت فيه زول ان هو بيشتغل زي الاسبتاء الكولين الزيادة من تويتشز وبعدين يخلي الريسبتور في حالة هو بيستبعد المرحلة دي ما بيخلوش يحصل فليتقلل قوي ما يسمى بالPost Operative Muscle ده مثالي الحاجات اللي موجودة عندنا في الكتاب الكتاب القسمة بس السبب انا مش عارفه قوي حاطط الRisparatory failure لوحده وبعدين حاطط الساكسيناي الكولين اتمية لوحدها هي هي مش كلا يعني فكرة انه هو عمل respiratory failure هي اللي تسمى ساكسيناي الكولين اتمية وانت عرفت الاسباب وعرفت العلاج وكل هكا الجزء بتاع ده مش بقى ساكسيناي الكولين بس اي دول Neuro Muscular Blocker لو اخدت معاه Inhalation Anathesia اعمل حسابك ان الاتنين مع بعض بيقدله المسل تولي مش كلا السائلين التخليل الكل اصلا الواحده بيعمل سكيلة المسل ديلاكسيشن فالاتنين مع بعض يبقى لهم نفس التأثير على معباراته أسابي التخليل مش عليك قوي بس هو في كذا اسم كنا المكتوبين في الكتاب ده اسمه ايزوفلورين وده اسمه وانفلورين وسيكوفلورين وهالوثيل كل دول اسمهم Halogenated General Anathetic بيتاخدوا عبارة عن غائع عبارة ياسف عن بيتشم كده زي وزي الغاز ويعمل تخدير كلي بيعملوا مشكلة في العدلات او بيعملوا سكيلة المسل ديلاكسيشن فبيقووا شغل الادوية اللي هي زي سكيلة المسل ديلاكسيشن الاقل الواحد بيعمل اسمه نيترس اكسايد لانه مش تبعهم ده غاز مختلف خالص عن الالوثيل والانفلورين ده اقل واحد ايه من سكيلة المسل ديلاكسيشن عرفنا بقى العمان خلاص خلصنا منها بقى بتقلل وعرفنا ان الساكسيناء الكوليئ ممكن اتجند المشكلته ان انا ادي جرعات صغيرة من الكمبيتدب او وافتكرنا الميثيل الجريبس ان انا ادي فيها اي سكيلة المسل الجدول ده نفوش اي معلومة جديدة خالص هو مقسم الادوية كده بنفس التأسيمة الايزوكينونين وميديك اساميهم خلي بالك بس الحاجة المشتركة اللي انا اقتلك عليها كزا مرة ان كلهم بيعملوا يستمين يعني في الجدول كده هتلاقيه مكتوب ومفعارف ايه ومودرات وصلايد افتكر ان كلهم بيعملوا يستمين مجموعة الستيرويتز تلت اسامي اللي احنا قلناهم الحاجة المميزة فيهم قوي ان هم بيقفلوا الميزة بتاعتهم ما بيطلعوش يستمين لكن العيب ان هم بيعملوا التاكيكارديا الجلمين ده عرفنا ان هو اقوى واحد يقفل الام اتنين والساكسيناريكولين ده شرحناه بالتفصيل وكاتب بقى على جنب كده مين بيحصله لو اخذت بالك معظم الادوية دي معتمدة ميلي على رينال معظم ادوية معتمدة على الاكسابشن في كده لو انت فاكر اللي هو بتاع هوف من ده التراكوريوم والسيزة تراكوريوم والمي فاكيوريوم اللي بتكسر بالسودوكولينيستريز دول اللي مش معتمين بقى على اخر مجموعة بقى ان شاء الله الجزء بتاع الاسبازموليتك درقز بس انا مش عارف اتا فاهم اصلي عن اسبازموليتك او الانسيت اعلى مجموعة ومعاهم اللي بيشتغل طيب اللي هو اسبه دانترولي ده المقصود بالانتي سباستيسيتي او الاسبازموليتك درقز هو اكتاب القسم بس بدأ في الاول اقول لك كده ان سكيلة المسل سباستيسيتي بتحصل معناها ان فيه تون عالي قوي في الزيادة في بتاع العدرات والمسل فيها عالي ومعزلك فيه مسل ويكيز اللي هم بيعرفش يعمل مجهود وساعات حتى يبقى عنده شل بيحصل نتيجة ايه بقى المسل سبازم ده هو اكتاب القسم ايه الكلام من حلو الاوي بس اكتر او انت مصد كومن كوزز للمسل سبازم يقيمة تروما اللي هم يتخبط اي واحد فينا بيتخبط في مفصل او في عضلة بيحصل فليكس سبازم على طول او يكون السبب ارثريتس يعني يكون حصل التهاب في المفاصل لا اي سبب بقى بقيت الحاجات بقى ايه امراض خطيرة بقى يعني تلاقي كاتبلك مثلا من ضمن اسباب المسل سبازم حاجة بنسميها سريبرال بولسي دي موضوع كبير جدا في الاطفال بقى ان شاء الله تاخدوه بالتفصيل بيحصل مشكلة في الـ سواء اثناء الولادة او وعد الولادة بيأثر على الحركة الايرانية وبيأثر على الكلام وبيأثر على يعني مشكلة كبيرة ممكن يكون سبب المسل سبازم حاجة اسمها المس ده مرض فضيع يعني هو ده يبتدي يحصل مشكلة في بتاع العصاب ويبنق عراب بقى على حسب العصب اللي باث يعني لو هو موتر نيرف هتلاقي في مشكلة سبازم لو هو اوتنوميك نيرف لو هو سينسولي وهكذا الاستروك عشان لما تقراها بس في الكتاب الاستروك مقصود بها اي حاجة بتحصل في البراين يعني سواء أو دي مقصود بكلم غالبا الاستروك بيعمل يعني اي واحد يجيله جلطة في المخة او نزيف غالبا بيجيله بس في مرحلة في الاول بيحصل فيها سبازم ونفس الكلام من في كده حاجة اسمها شوك ستيج في في البداية خالص بيحصل بس بعد كده بيحصل اي حاجة من دول بقى محتاجة ان انا عالجها ب سبازموليتك دراجز طيب مين بقى هم سبازموليتك دراجز دول على مهلنا كده ان شاء الله ربنا يسطر في العسامي اا اول واحد مكتوب اسمه الدايزيبان الفكرة بتاعت الدايزيبان معتمدة على ان انا قوي شغل الجابة معلش اسمحولي كده بس ايه افكركم بالجابة ده هو طبعا اشهر انهيبيتوري ترانسبيتور او عميلو اسد اسمه جامع عميلو بيوتيريك اسد وافكركم لان انتوا عرفتوا ان فيه نوعين من الجابة نوع اسم الجابة ايه ده موجود غالبا في البريم ونوع اسم الجابة بيه وده موجود غالبا على مستوى الفكرة فاكرين في الريسيبتورز في الجنرال زمان بقى كده كان فيه انواع الريسيبتورز مش كده كان اول نوع اسمه بقى اول نوع خاص كان ايه من راحت كده لها مجيتد ايون شانل ريسيبتورز صح لما تركها تبص هتاك المكتوب من ضمن الامثلة بتاعتهم الجابة ريسيبتور الجابة ده لما بيطلع كيميكال ترانسبيتور ويشتغل على الريسيبتور اسمه الجابة ايه بيفتح كلورايت شانل الكلورايت برر على من جوا فبيحصل فبيحصل معناها الخليق بقى عشان كده بيهدي وينيم وبيعمل كل الحاجات الحلوة الجابة الجنر ما بيشتغل بيفتح بوتاسيوم فالبوتاسيوم ده هو اعلى فيحصل بالمحصلة واحدة ان انت عملت برضو ايه بقى على اخوت الكلام ده بالدايزيبام الدايزيبام ودواء اخوه كده نعرف انت مش نقص اسام يعني دواء اسمه كلونازيبام الاتنين دول تجعل مجموعة اسمها بنزو دايزيبينز المجموعة تعيدتهم كده على بعضها اسمها المجموعة البنزو دايزيبينز هنشرح ان شاء الله في الترم التاني بالتفصيل في علاج الابليبسي وغيره بس الحد ما انوصلها بس هي ليها بتشتنل عليه ليها بتاعها كده موجود في المخ اسمه البنزو دايزيبين لما تشغل الريسيبتور ده كاينك شغلت الجابة ايه يعني عملت ايه لما اخد ده اسمه بنزو دايزيبين ويوصل للمخ ويشغل الريسيبتور بتاعه كاينك شغلت الجابة يبقى اعملت يبقى اعملت يبقى اعملت يعني اعملت عشان كده دايما يتقال عليهم كلمة معبرة جدا يقولك البيتو دايزيبين دول are جابة ما عاجبتكوش جابة وميميتك يعني بتقالت الجابة او شبه الجابة بتعمل نفس الافكت اللي كان المفروض الجابة تعمل والجابة بما انها انه بلما باخد دايزيبام او كلونازيبام بعمل على المسل تون فبعالج المسل اسبات هيتشرح ان شاء الله بالتفصيل كتاب القسمة بس كاتب جملة واحدة كده جنبهم ان الدازيبام ده هو كاتب او الكلمة ايه بقى فيها شك شوية مش كده احنا عارفنا طريق شغله ما بيشتغلش على الجابة ايه هو بيشتغل على سبتة اللي بتاعه بس المحصلة انك انت قويت شغل الجابة على الجابة ايه بيعمل بقى هو كاتب بس كده الدواني من الاتنين اسمه الباكلوفين مهم بقى شوية الدو ده في الامسيكيو الحقيقي لان هو مش مشروح تاني في الملاك الباكلوفينده بيشتغل كااجونست على الجابة بي ريسيبتورز موجودة فين الجابة بي دي سبانالكورد و لما تشتغل بتفتح كوتاسيوم فبتعمل ايفلاكس فبتعمل هايباربونرازيش فتخلي الموصلتون اي حاجة بقى في السبانالكورد دي بتقل بيما فيها الستريتش ريفليكس والسبازم تاعب عدرات الميزة في الباكلوفينده ان ليه انرجيزيك افكت فاكرين اه بالظبط كده فاكرين الجيت ثيو بتاعت البايل بتاع الزمان دي لما تيجي اشارة كده من بره وبتطلع في السبانالكورد بيطلع ماد اسمها سبسانس بي بقى اسمها في التطب حالين اسمها نيورو كاينين وان اللي مكتوب منك حسين في الكتاب ده ده كأنك فتحت بوابات البايل فالاشارة وصلت لحد المخ حسيت من الورعة المورفين واخواته بيقفلوا الجيت سوف بين دي عن طريق انه يمنع خروج الباكلوفيند بيعمل زي بقى يعني الباكلوفيند في شبه شوية من شغل المورفيند انه مسكن عن طريق ان هو يمنع خروج مادة بتنقل الاشارة بتاعت القلم اللي اسمها سبستانس بي او العيب بتاعه طبعا بيعمل بس بيحصل معاها المعلومة الاخيرة في الباكلوفيند احتاج لتوضيح كل ادوية علاج الايبليبسي كل الانتي ايبليبتل دراجز ما نفعش نوقفها فجأة بالضبط اي عيان عنده صرع وعايزين نوقف الدواء بنقعد نوقفه له على مدى سنتين تلاتة نعمله لو وقفت دواء الصرع فجأة او اي دواء من الادوية اللي بتاع من سيئة ناس لو وقفت فجأة يحصل حاجة اسمها يعني يدخل في نوبات سرع اسوأ من اللي كان بتجيله بين ان الباكلوفيند ده شبه الجابة او بيشتغل زي الجابة فلو وقفت فجأة فعيان عنده صرع يحصل مشكلة زيادة في مفهوم قصد اي عمان لان اكتابه القسم مش موضح هو تكتب لك انه بيعمل لما تيرى الجملة دي لوحدها بيغلط لان هو اصلا الهيبته ايه فمش ممكن يكون بيزود نوبات الصرع هي الفكرة بقى اللي هي بقيت الجملة انك انت لو عملت يحصل كده وبالتالي لما يجي واقف الباكلوفيند في عيان صرع لازم يوقفه بالتدريج الدوانيمرة ثلاثة ده اسمعناه بقى اخر حصة عادة نتفسح كده في المنهاج مش كده نروح مونيه ده كان واحد من الالفا كان اخو بس كان بيشتغل ميني على الالفا اللي اللي موجودة في فيقلل الرفليكس بتاع الستريتش والمسل سبازم اسمه وحتى قلتدك ساعتها ان عيوبه شبه او عيوب الكريلين بيعمل ويقلل الضغط شوية فيبقى ده خلص ان شاء الله خلصنا منه الدواء المرة اسمه الجابابنتين وتحته على طول دواء كده اسمه لو اخدت بالك من الاسامي الاسامي دي كلها دي والشبه ان شاء الله يعني كده بالحب يعني الجابابنتين والبري جابابلين فيهم ايه في النقطة بتاعهم جاباب بنتين صح وبري جابابلين يعني فيهم جاباب مدام فيهم جاباب بيشتغلوا على الجاباب ريسيبتورس وما طبعا اصلا قدوية سرعة برضه قدوية ابلبسي بس لا انهم انا بيتاخدوا بيقللوا بتاع العضلات بنفس فكرة الجاباب ريسيبتورس الموجودة في انا بس قلتلهم بالصبح ان البري جابابلين دا كنت فكرهم برضه هيفرحوا ما فرحوش خاصة البري جابابلين دا ليه اسم تجاري؟ ما عاربش انتو عارفين او لا لا دا اسمه الليريكا الليريكا دا بقى في شهر كده والكام سنة الاخرانية دا اسمه تجاريكا مش عليك ان هو البري جابابلين دا دا بيتاخد عشان يعالج وبما انه شبه الجاباب فبقى من الحاجات حلوة قوي يهدي وينيم بالظبط كده ويقلل البين شوية فبقى من ادوية المشهورة جدا دا بيت حتى الناس اللي ما عنداش مشاكل خاصة في العضلات تيجي بالليل كده تاخد لها غرص جابة ليريكا دا عشان يعمل يعني يزود الاكشن متاع الجابة فيعمل ريلاكسيشن وينيم نوم كويس كده ولطيف يعني الدواء باسمه البروجا بايت برضو كده في حتة شبه الجابة ومش كده بيشتغل كأبرست على الجابة ايه والجابة بيه ريسا بروس الجليسين دا مش محتاج شرح بقى الجليسين هو نفسه اهبار عن جيبيته يعمى من الاسد فاصل انه عوع بشكل الدواء بالظبط كده وبيتاخد اورل وبيعدل وبيعمل نفس الانبيتو افكتو بتاعمل بايسين نيجي بقى للحتة الجميلة بقى اللي فيها الاسام الفل بقى فل الفل بقى الاسام اللي جادة دي الدواء انه من السبعة دواء اسمه سايكلو بنزا بريم سايكلو بنزا بريم كويس؟ كتاب القصة المعلومات ما تدولش على ايه حاجة جديدة قالك انه هو بيعمل يعني زي اخواته اللي فاتح وبيعالج برضو زيهم ما تفرقش معانا في حاجة ما قالش ما قالش ما قالش ما قالش ما قالش الدواء ده تركبته الكيميائية عبارة على ترايسيكيلا ترايسيكيلا اطفق اه عند extraterۭ يعني ايه ترجمو ترايسيكيلا عني موش يعوله عزيهopa ترايسيكيلا ترايسيكيلا ترايسىكيلا والسيروتونين. يعني دول بيطلعهم من النيرف والمفروض اللي ما برجعوا تاني بترانسبورت سيستم ماش كده؟ ويدخلوا جوا النيرف بقى وربنا يسهلهم اللي هيستخبى جواب الفيسكل ولا هيتكسر بالماء وغيره. بيعملوا بتاع المواد دي. فلو انا مكتئب بالمونوامينز دي هتاعل عندي فالكتاب هيتصلح. علاقتهم ايه بقى بالمصد رجدتي؟ لا وان المواد دي بالزات النور إبنيفرين ده لإنهيبيتوري إفكت على الستريتش لفلكس. لما تعلي نور إبنيفرين في كأنك انت عملت المسل تولي. مفهومة؟ يبقى بما ان هو شبه في الميكانيزم بتاعه هو روض بيعمل للنور إبنيفرين عن طريق لمنع نيرونا بقديك. اللي فينا لسه فيه نفس يعني كان لهم طوبي لايك اكشن طح؟ حتى لما قلت لكم لما نيجي نعالجهم بنعالجوا على إنه تسمهم أتروفين. فده من الحاجات اللي هو مكتوب عندي هو إنه هو التوكسيس بتاع تولي سترونج أنتي مسكرينيك عشان. بالزبط. النمرة تمانية بقى مجموعة من الأسلامي كده المنتطى يعني. ده هو اسمه كلورفينيزين. كلورفينيزين. وده هو اسمه بيثو كربامول. وده هو اسمه أورفنادرين. وده هو اسمه كلورزوكسازون. ما تحفظش حاجة. بس أنا رأيي والله إن صحيتك أهم والله. أنا بتكلم بجد يعني هو لا يعني أنا كنت لسه بقول له الصبح قدوتنا في الموضوع ده الأستاذ درديلي. أنا بس المسبالي في الحياة قدوتي الأستاذ درديلي اللي هو مدرس التاريخ مدرس فرنساوي لحد بيجيب مدرس فرنسا. بحيب الراجل ده بجد. لا يكلف الله نفسا للأسعة. أجوبت؟ حيبوا بارك ما جوبتش لا يكلف الله نفسا للأسعة. هو أنت هتستفيد إيه لما تقع تحفظ ودلل ونهاره وتنساهه وتعيش حياتك كلها في نكد وعذاب عشان نص درجة أو درجة. يعني بزي ما بحاجة مش صحياتك أهم؟ يعني خلاص الناس كلها يدغطها يعني وبجدها شجر وم صغارين والتعارف بقى البلاوي. فخلاص. هم لو جم لو حصل. لو جم في القمسة يوم. ربنا سهل بقى تيجي بالبركة تيجي بالحب طبعا بقى أكثر حاجة بجم نتيجة. تعامل بقى لأفراد اشتغلوا مع بعض. حد معدي. يعني أي حاجة بقى. فوالله خلو بركة عرفناهم. شوفناه. يعني ماشي. ما عرفناهم مش حاصل. انت زاكر المجموعة بتاعة الكمبيتر بالله الكوريالي ده بقى. وزاكروا كده أصابه الساكسينالكولين. والبقين كده ها. كده ها. كده ها. اخر اتنين بقى. ما نهمش علاقة بالجابة بقى. اخر اتنين بيشتغلوا على الكفة التانية. فاكرا لما انتبقى كده في سين اس. فيه جلوتاميت. ده اكسايتاتري. وفيه اصابه اللي هي الجابة والجليسين. انا بقى في المجموعة دي باشتغل عن طريق ان انا امنع او اقلل شغل جلوتاميت. بقلل الحاجة الاكسايتاتري. ده اسمه ايدروسيلاميت. انا معارفش النقطة الصحة ايه ايه. بس غريبا دي ان شاء الله تبشي يعاني ايدروسيلاميت. وده اسمه راي يوزول. الاتنين دول بيشتغلوا في السين اس. خلصت كده بقى المجموعة اللي اسمها سنترل. اخر مجموعة بقى ان شاء الله. ده اسمه دانترولين. وده مفروش كلام كتير. هو اهم حاجة احنا قمناها من شوية. الدانترولين ده بيتاخد أورال. لو انا عايز اعالد المسل سبازل. وبيتاخد انترابينس. وده مهم جدا جدا في علاج الماليجنانت هايبارثيري. كنت رسا بتتكلم عليها من شوية في السكسناولين. طبعا. الطريقة او النقطة المرة اتنين. هو بيشتغل دايركت سكيلة المسل بس انا فهمت معانا دايركت. بيروح قافل الريانودايل ريسيبتور شانل. او الريسيبتور اللي بيطلع كالسيوم من الساركو بلازما كليتيجرام وبيمسك فيه ويعمل له بلوك. فبالتالي انت قللت الكالسيوم ريليز من الساركو بلازما كليتيجرام. فقللت المسل او ما يسمى بال الدواء ده اهم استعمالي خلاص عرفنا. الماليجنانت هايبارثيري. بس اوعى تنسى انه بيتاخد برضه في المسل سبازم. يعني انا لو عندي ارترايتس ولا عندي تروما ولا عندي اي مرض من الامراض اللي بتاعمل المسل سبازم قادر ياخد الدنترولين الاورال. اشهر عيوبه بقى هو بيعمل حاجة اسمها generalized muscle weakness. العدوات كلها بيقل التون اللي فيها. وبيعمل دراوزيس. يخلل العين كده شوية بدروخ. لكن اسوأ عيوبه انه بيعمل هبات وتوكسيكيفات. يمكن يعمل درج. كان زمان على فكرة مكتوب في كتاب القسم عندنا. الدنترولين ده مكتوب بخمسة دين تقريبا. كانت حاجة برضه لطيفة قوي يعني. هو اسمه دنترولين بالدين. وبيشتغل. طيقات. وبيعمل. دراوزيس. وبيعمل حاجة مش مكتوبة في الكتاب لو عايز تعرفها بيعمل ديارية. وبيعمل هباتو توكسيكي. بزلط. اي اي اي. هو ده بقى باختصار كده الدنترولين استخدامات اللي المجموع عليه بيعدي شوية طبعا. صح. بس هو الاكشن بتاعوا بريفرق. الاستعمارات بضاعتهم تقريبا كلها قلناها. بيتاخدوا في العمليات الجراحية. بيتاخدوا عشان اعمل اندوتراكيل انتوبيشن بالساكسينا الكولين. يمكن الوحيد اللي ما قلناهوش هو استخدامات البوتولينام توكسن. استخدامات البوتوكس دبقى المشهور. وفيه استخدام مش موجود في الكتاب بس هو اهم استخدام او مش اهم يعني اعصد ده مصد كومن. بالضبط. يتاخدوه في عمليات التجميل مش كده. بتحكو ديه. عارفينه كل ما قلت تجميل الناس بتتحكي. والله مبقاش قصد ده حاجة والله. بيتاخد في عمليات التجميل وده كانت التجميل وتحيا للرحيم التجميل وكل ده حاجة. بيتاخد الوكل كده عشان يعالج حاجة اسمها التجعيد بتبقى نتيجة اللي بيحصل نوع من في العدارات بتاعت الوجه. فبيحقينه الدواد عشان يفوق السبازم شوية. مستعمالات اللي موجودة في الكتاب هي بس عشان صعبة طبية شوية. بيتحلن في العدارات الاكسترا اوكلر الحوالين العين دي. عشان يعالج حاجة اسمها بليفاروسبازم. بليفاروسبازم. هي بليفار دي. بليفار دي معناها ايلدز. وسبازم معناها واضح بقى ان بيحصل في بعض الناس هتفضل رشالة في الرمض السنة الجاية. بيحصل سبازم في الايلد موسلز. فتلاقي الجفن بتاع العين يا اما قالب لبرة كده اما قالب لجوه. حاجة اسمالك تروبيون وينتروبيون وكلام جميل كده في الرمض. بيحقينه وسعتها بقى للبوتوكس عشان يقالل السبازم اللي موجود. بيتاخد في حاجة في العين برده اسمها سترابيزمس. سترابيزمس اللي هو السكوينت. السكوينت اللي هو الحاول. الحاول ده مشكلته ان فيه عدم تناسخ في الكنتركشن بتاع العضلات. فيه عضلات اقوى من عضلة. هتلاقي العين فيها مشكلة في توجيه الاكسترا أكرى المسل. بيتاخد في الـ لو عندي سبازم فيه. مرض بيسموه الاكاليزياب. بيبقى سبازم جامد اوه في الاكاليزياب أو في الـ فبيعينه البوتوكس عشان يفك السبازم اللي موجود. هو الاكاليزياب بتاع من العرض هي. يعني هيك العينش اختلاق بيه. بيتاخد بقى في علاج اي حاجة فيها مصل سبازم زي ما قولنا مسلا. مش بها السريبرا القولسي. بعد ده بنسبلنا كده استعمالات البوتورينام توكسن. بتاعلي قلنا كلنا حاجة ان شاء الله مفيش حاجة نسيناها. ان شاء الله بقى بقى هالكتني في الجزء التالي وطاكويتس. شكرا